لو الحكاية فيها إنا ذيت فيما يقص التطوير العملية التعليمية فأحباد بحدي صدر القرار من مجلس الجامعة بتطوير كل اللواضح اللواضح على إقرار عشر سنوات فيما أكثر وتم الانتهاء من اللايحة لكلية الأداء وليحة لكلية العلوم وليحة لكلية السيرة الليحة لكلية الأسنين الليحة لكلية الطب وجاري الانتهاء من الليدي لهم ديسة وفي الطريق باقي اللوائح اللي مضى عليها أكثر من عشر سنوات لأن العلم في طبيعته علم ومتطور ولابد أن الليحة تؤكد التطور الموجود في الألم بحيس ان اللي كاننا بندرس وان عشر سنين ما ينفعش موجود ده. يعني هل هو تطيور لوايح بحيس انها تشمل تطيور منها يكون كده? اه. ولا ساعات مقتمدة? موضوع الساعات المواد مدى هو نوع هو طريقة للدراسة. آآ كل اللوايح اللي بيتمت عليها فيه نوعين من اللوايح. لايحة بالنظام الفاصلي. وان الطلبة كلها بتدرس عدد معين من المواد كلهم مع بعض. وده هزا بيصلح للكليات زادة الأعداد الكبيرة زادة الاتقارة والحقوق. وفيه آآ آآ مزام الساعات المترجة الطالب بيه عشان يتخرج بيه محتاج يعدي عدد معين فضل بكم. فضل بكم. يعدي آآ آآ يكتاز عدد معين من الساعات تتقسم على ساعات الدراسة بموضوع طالبات ما ياخدش المادة الفرونية إلا ما يعطي المادة الفرونية. وطبعا القواعد بتاعتها مختلفة خلص على سبيل المسال قواعد الساعات المؤتمة ده ما فيهاش ما فيهاش رقفة. رقفة الساعات المصلية بسي. آآ الطالب فيش نجاح وسقوط بمعنى نجاح وسقوط. يبقى ممكن يسقط وممكن يكمل آآ يعدي اسمال عليها وهو مش هيتخرج غير لما يعطي. يتخلص كل المواد اللي موجودة عليه. طبعا لو اطلب نزل المعدل بتاعه عن الرقم معين ما بنسمحلوش بالتسجيل. لو لو نزل على الرقم معين نجيل وانزال وهكذا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة